أهلا بكم المنافذ الحدودية للعراق إحدى أبرز مظاهر الفساد في البلاد منذ 2003 وذلك بعد سيطرة الميليشيات والأحزاب عليها وعلى مداخلها وهو ما يفقد البلاد سنويا مليارات الدولارات التي تعود إلى جهات تسيطر على هذه المنافذ يمتلك العراق 22 منفذا حدوديا مع دول الجوار من بينها 9 منافذ برية وهي منافذ ذرباطية والشلانجة والمنذرية والشيب مع إيران ثم منفذ السفوان مع الكويت ومنفذ ثالث يجمع العراق بالأردن وهو منفذ تريبيل ومنفذ رابع وهو منفذ الوليد مع سوريا ومنفذ آخر مع السعودية ومنفذ عرهر تشير تقديرات إلى أن حجم واردات هذه المنافذ يصل إلى حوالي 9 مليارات دولار سنويا لكن ما يدخل منها فعليا إلى الخزينة العامة لا يتجاوز 800 مليون دولار إذ تعود غالبية الواردات لأحزاب وميليشيات مسلحة وهم يكبد خزينة الدولة مبالغ طائلة تتنوع البضائع التي تدخل عن طريق المنافذ الحدودية بين المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والأدوية والمستلزمات الطبية وسلع أخرى فضلا عن البضائع غير القانونية وتشير تقارير إلى أن بعضا من التجار يضطرون إلى دفع رشاوة كبيرة لدباط ومتنافذين لقاء تسهيل مرور بضائعهم وإحفائها من الرسوم أسندت مهمة إخداع المنافذ الحدودية إلى جهاز مكافحة الإرهاب ووحدة عمليات خاصة تابعة لاستخبارة الوزارة الداخلية تزامنا مع تعاهدات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتنفيذ حملة لإعادة السيطرة على المنافذ الحدودية وذلك بالنظر إلى الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الدولة ممن وصفهم بعصبات وجماعات وقطاع طرق وأصحاب نفوذ يسيطرون على هذه المنافذ